اشتركوا في القناة والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بمجمع الرملي ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع اليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس ISO التي أنشأت في الرابع عشر من أكتوبر في عام 1947 ويستمر الشعار هذا العام في إطار العنوان رؤية مشتركة لعالم أفضل تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الهدف الثالث الخاص بدور المواصفات في الصحة الجيدة والرفاه والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية كما تم التركيز على تحقيق الصناعة والابتكار والبنية الأساسية من خلال الذكاء الاصطناعي وتؤكد الفعالية الدور المحوري للتنمية المستدامة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل من خلال المحافظة على السلامة المستهلك وتحسين جودة وأداء المنتجات وتقليل التكاليف والهدر وتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الثقة والشفافية أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الخميس على تراجع هامشي بضغط أسهم قطاع المال ومع ختام تعاملات الخميس تراجع المؤشر العام بنسبة خمسة من مائة في المائة إلى مستوى 1999 نقطة وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بيت التمويل الكويتي وشركة البحرين الوطنية القابضة ويذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة يوم الأربعاء على ارتفاع بدعم أسهم قطاع الاتصالات والآن نترككم مع دالة سواق المالية الخليجية دشنت مؤخرا شركة أتمي وهي منصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للأصول الرقمية للحديث حول أبرز خدمات هذه الشركة ينضم معي عبر سكايب الأستاذ أليكس لولا الرئيس التنفيذي لشركة أتمي أراحب بك في النشرة الاقتصادية أستاذ يعني ما هي الخدمات التي تقدمها شركة أتمي لدعم الشركات والمستثمرين في سوق الأصول الرقمية منصة أتمي تتيح للشركات جمع رأس المال بكفاءة أكبر من خلال تقديم أصولها باستخدام الترميز على سبيل المثال يمكن للشركة التي تسعى إلى توسيع أعمالها ترميز مقابل رأس أو رأس مال مقدم تقدم أتمي خدمات الترميم الشاملة لمساعدة الشركات على تحويل الأصول التغليدية إلى شكل رقمي ببساطة الرمز الرقمي هو نسخة رقمية تمثل مطالبة بملكية الأصل التغليدية على سبيل المثال يمكن لشركة تطوير عقاري ترميز عقار ذي قيمة عالية مثل شقة في مبنى مما يتيح للمستثمرين امتلاك جزء صغير من هذه الشقة بدلا من الشقة بالكامل خدمة أخرى مهمة نقدمها هي التداول نحن لا نوفر فقط إمكانية جمع رأس المال للشركات والمستثمرين للاستثمار ولكن أيضا نوفر إمكانية التداول هذا أمر مهم للغاية لأنه غالبا ما يواجه المستثمرون صعوبة في تصفية استثماراتهم في منتجات الأسهم الخاصة وقد يستغرق الأمر من 7 إلى 9 سنوات أحيانا بينما مع الرموز يمكن بكل بساطة وبضغطة زر واحدة بيع أو شراء الأمر وتتم الصفقة بسهولة بعبارة أخرى يمكن تغيير ملكية هذا الأصل بطريقة قانونية ومطابقة للمعايير بكل سهولة بالتأكيد الأستاذ أليكس لولا الرئيس التنفيذي لشركة أتمي شكرا جزيلا لك تراجعت أغلب الأسهم الأسيوية في تعاملات يوم الخميس بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مدعومة بالأرباح التي فقت التوقعات التي أعلنتها شركات أمريكية كبرى وأشهدت أسواق الأسهم الصينية تراجعا بعد أعلان مسؤولين صينيين أن الحكومة تعمل على توسيع التمويل لمشاريع الإسكان في محاولة لتغيير اتجاه الركود في سوق العقارات الناجم عن حملة على الاقتراض المفرط من قبل المطورين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر